خاصة النهاردة فيه تقرير طالع بيقول أن مصر رقم الدولة الأولى أفريقيا فيه جذب السمراء في القرأ أفريقي للسنة الخامسة على التوالي وأيضا تقرير بيقول أنه العجز في ميزان المدفوعات انخفض خلال شهر مارس بنسبة تصل لـ 30% تقريبا نتيجة انخفض نسبة الوردات خلال هذه الفترة أيضا تقرير تالي بيقول أنه تحولات المناصرين اللي عاملين في الخارج في شهر مارس زادت بشكل كبير جدا خلال السنة دي مقرر ففي جيب بعض المؤشرات الإجانية وقناة سويس زادت وقناة سويس كبان زادت فبالتالي رغم الاختناق الذي يبدو في الأفق والأزمة الطاحنة والسودوية والضبابية وكل هذه الأمور لأنه في مؤشرات والمؤشرات مش صناعة إيدينا ومش طلعة من البنك المركزي طلعة من مؤسسات دولية حقيقة دكتور محمود مسلم امبارح بالتأكيد تابعة المؤتمر الصحفي العالمي الذي دعا لي الرئيس وأوجه به الرئيس وانعقد وصدر منه شوية حاجات مش هيفوتونا أكيد أنه نسبة القطاع الخاص لابد أن هي تكون لا تقل عن 65% خلال فترة محددة والبورصة وإصلاحها وإصلاح سوق المال من خلال الإجراءات محددة وتخرج الدولة أو استراتيجية تملك الدولة لبعض المصانع وأنها توسع قارة الملكية فيه مع القطاع الخاص كيف رأيت هذا المؤتمر وحزمة الإجراءات المنتظر؟ طبعا أنا شايف أنه فيه مراجعة للسياسات الاقتصادية وده أمر جيد أنه يبقى فيه مراجعة للسياسات الاقتصادية وتعديلها لأنه كنت فيه عالم متغير وأحداث متغيرة والطبيعي أنه يحصل مراجعة لهذه الأمور لك رأي أنه إحنا دايما لازم نبقى قدامنا هدفين دعم التصدير وتوفير مناخ جاذب للإستثمار الهدفين دول يعني هما الأكبر حاجة ممكن تساهم في حل المشاكل الاقتصادية طبعا إحنا بالنسبة لنا الكلام في الاستوديوات سهل والكلام حتى في الخبراء على الفيسبوك سهل لكن في التطبيق طبعا أكيد فيه مشاكل لكن إحنا دلوقتي أفضل من زي ما قال برضو أخونا للإستثمار من سبع سنين في إن إحنا نقدر ننفذ يعني لو إنت مثلا بكلمك على دعم الاستثمار من سبع سنين فتقول لي أنا ما عنديش بنية أساسية أنا ما عنديش قانون استثمار أنا ما عنديش حاجات جديدة قدر الناس تستثمر فيها أنا سمعتي الدولية مش قوي الأمن مش مستقر بتاعه لكن دلوقتي الأمر أسهل الأمر إنت دلوقتي عندك بنية أساسية عندك قانون استثمار وعندك طاقة وقهربة وأراضي ومشروعات وكده وعندك استقرار أمني وعندك سمعة طيبة يبقى بس شوية حاجات بسيطة يعني إحنا مثلا لازم نراجع إحنا هل إلغاء وزارة الاستثمار كان قرار صائب ولا لأ واخد بالك بعد بعد ثلاث سنين أو بتاعه هل المفروض نرجع تاني لوزارة استثمار ويتم بتاعه هل اللي تحقق في الثلاث سنين دول يفوق لما كانت الوزارة موجودة عايزين نراجع تاني فكرة ودي الحكومة أعلنتها أن القطاع الخاص يكون لي دور أكبر من الدور اللي موجود لأن القطاع الخاص ممكن يبقى عنده فرص أفضل في البتاعة لكن مثلا ما يجبش بقى نهيل التراب على ما تم فنبدأ مثلا بعض الناس تطالب وده حق مشروع ليه أن هم يطالبوا بإيقاف المشروعات القومية لكن أنا من وجهة نظري أن ده في خطورة المشروعات القومية أولا لو أنت بتتكلم عن تصدير واستثمار عشان تحل عزمتك الاقتصادية طيب المشروعات القومية دي هي اللي بتوفر لك مناخ استثمار هو إيه المشروعات القومية هو أنت لما تيجي تهتم بالمواني مش بتهتم بالاستثمار لما تيجي تهتم بالطاقة والبترول والغاز والمصانع اللي شفناها والحاجات اللي تشاهدت تيجي تقول لا ده بلاشما ده مش داخل واستثمار لما تيجي تهتم بالطرق وكان في حد ما احنا كلنا كنا بنقول القاهرة علبة مقفولة ما حدش عارفه مش كبير جراج كبير صحيح واخد بالك جراج كبير دلوقتي هو ده مش استثمار الأهم القهربة أو أنت كان حد هيجي لك وانت عنكش قهربة الأمن كل الكلام ده كله يقول أن انت ما ندرش يتلغي المشروعات القومية الأهم من ده كله في المشروعات القومية أن هي كانت حلت لك مشكلة بطالة والحمد لله أن معدل البطالة عندك طول الوقت في تراجع واخد بالك اللي بيقول أوقف المشروعات القومية أقوله الخمس مليون اللي شغالين فيهم هتأكلهم مين أيما أنت مع الناس مع احترامي برضو مع الناس دي لو قعدت في البيت أيما وانت مشكلة جيدة هيبقى فيه عندنا مشكلة أكبر من المشكلة اللي احنا فيها لكن أنا دايما من زمان أقول أن خلاف الناس مع الرئيس السيسي بعض المعارضين خلافهم على الأولويات وده أمر يعني مشروع وأمر جيد مشروع اللي فاهم لكن محدش يعني معلش هو مشروع أنا معاك مشروع أن تسمع رأيه إذا كنت أكون فاهم يعني أكون فاهم الأول بس خليني برضو خليني أكمل وجهة نظر ما فيش خلاف على شخص الرئيس السيسي في إخلاصه في نزهته أنا ما سمعتش حد يعني عنده يعني رؤية في غير ذلك أو عنده كلام في غير ذلك بشكل جدي يعني كلها كلام بلونات إخوان ما لهاش علاقة بالواقع لكن الخلاف مع بعض الناس بيبقى في الأولويات بيبقى برضو مشروع والعدة أسباب كل واحد عندنا لي دماغه في بعض الناس مثلا كان موجة نظرها أن الرئيس السيسي كان لازم يبدأ مشروعه التقدمي أو مشروع التنمية دعونا بالتعليم والصحة في أول الراجع كان عنده وجهة نظر أن هذه المشروعات بناء الإنسان بتقعد وقت طويل على متظر نتائجها التعليم مثلا ممكن يقعد 13 سنة فكانت الناس محتاجة لأول زي ما قلنا مشروعات قومية تحقق تشغيل للناس والناس اللي راجع عمالة اللي راجع من ليبيا واللي راجع من العراق واللي راجع من دول الخليج بعد إجراءاتهم الجديدة محتاج تشغلها فممكن تشايف إن مشروعات قومية أفضل فالمهم يعني النهاية الخلاف على أولويات وخلينا نقول برضو ونعترف إن فيه فترة من الفترات كانت محتاج تاخد إجراءات سريعة علشان تحقق للناس حاجات تديهم أمل لأن احنا بعد ثورتين في خلال ثلاث سنين كانت الناس فقدت الأمل في البلد وبدأت ناس كتير تهاجر فكنت محتاج تعمل إجراءات سريعة عشان تدي الناس أمل لكن إنت دلوقتي والدولة استقرت وحصلت تنمية حقيقية وحصل درجة من الرضا عند الناس محتاج ممكن نقنع الناس أو ندخل حوار مع الناس في الأولويات وأخذ بالك لا المشروع ده ممكن يبقى الأول لا المشروع ده ممكن يبقى الأول وفي النهاية هو قرار الحكومة وقرار الرئيس لأنه هو الرئيس المنتخب اللي الناس هتحزبه لكن ممكن تكون محتاج تدي وقت أكتر لفكرة الحوار